السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبابي عاملين ايه? اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة بتاعنا سهل وبسيط. اه ان شاء الله بازن الله هنعمل مع بعض طريقة اه تفنيش او لم الجنب بتاع الايه? السطارة. اه والسواعية كده. اه طبعا اول حاجة انا اخدت على قد كاف ايدي كده طبقة من القماشة وامسكها بقى ايه بالتدريج واحدة واحدة كده لازم تكون بالتساوي مع بعضها. طبعا انا كنت حطى طرف رباط على الشمعة من الداخل وجبت الطرف التاني ايه? وحطيته على استطارة من فوق. هبتدي بقى ايه? اه اخد واحدة واحدة كده كل كسرة من اللي انا اخدتها من استطارة على قد كاف في ايدي. وازبطها من تحت الاو. يعني احنا لازم نزبط استطارة من تحت قبل ما نزبطها من فوق. لازم الجنب بتاعنا يكون مزبوط ايه? بالتساوي كده زي ما احنا شايفين. اه من فوق من عند الفرانش اللي هي الشراشيب دي اللي هو اللي انتو تقول عليها شراشيب او اطار ايا كان. وامسكها بالتدريج ايه? اه تبقى نازلة اه بالتدريج كده ازا ما احنا شايفين في الصورة. وبتدي بقى كده ايه? من فوق. اخد كل كسرة برضو ايه? مع اختها منتعة. عشان تبقى ماشية ايه? مزبوطة زيها زي بعضيها. شايفين طبعا استطارة مع القسرات ما بيكون مزبوطة بيكون ايه? احسن. وطبعا الطريقة دي تخلينا نعرف ان احنا نفنستايرنا بنفسنا بدل ما نرجع تاني لايه? لمصمم الستاير. طبعا بنجي نخسل ستايرنا او بنفكها ما بتتزبطش معانا وبتبقى مش كويسة جدا. فبالتالي اللي لازم ايه نرجع لفن استطار او مصمم الستاير. لا طبعا احنا نقدر بنفسنا ان احنا نقدر نفنش ستايرنا بنفسنا بالطريقة السهلة دي. زي ما احنا شفنا الطريقة البسيطة بتاعيتنا دي بدل ما تبقى التكلفة عالية او ايه مصاريف زيادة. وكل ما نجي نعمل استاير نرجع نقول ايه? ايه نجيب مصمم استاير وبفلوس. وطبعا ما بيش حد بيروح لحد ايه? ايه ببلاش. وطبعا ده الشكل النهائي للسطارة معانا زي ما احنا شايفين. ايه السطارة متفنشة بطريقة بسيطة وسهلة. تقدر اي ست بيت او اي حد او اي بنوتة ايه تقدر تفنشها وتزبط ستاير ودكور بيتها ايه بنفسها. طبعا انتظروني في فيديو جديد ويارب تكون الطريقة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.